جماعة اليوم في عندنا أشياء مهمة كثيرة رح نتكلم عنها رح نتكلم عن حركة البيتكوين هذه بقيمة 2 مليار دولار على وشك إنها تحصل فقط في خلال كم ساعة هنا وكمان رح نتكلم عن ليش الحيتان الآن يعملوا بعض التحركات تقدروا تشوفوا هنا على البيانات إنه الحيتان يحاولوا إنهما يتلاعبوا أو يأثروا في السوق حاليا هنا في هذه اللحظات ورح كمان أتكلم عن حركة كبيرة تحصل هنا على اليتشارت تذكروا قبل يومين تكلمنا ووضحنا هذا النموذج هنا تم الكسر من هذا النموذج بشكل مثالي إلى إلى هدف هنا من هذا النموذج عند هذه المنطقة في الأسفل والآن في الواقع نشوف شيء مشابه لهذا الشيء هنا قاعد يتشكل حاليا فهذا الشيء لازم تكون مجهز له علشان لا تتفاجأ مرحبا بكم مرة أخرى يسمي أنصور وقدم لكم فيديوهات عن الأولوات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط لازل الاشتراك وفعل الجرس الآن وإذا أنت مطور للمواقع ومدير للمشاريع على صندوق الوصف هنا طب جماعة الآن ندخل هنا مباشرة وليتقدروا تشوفوه هنا على مستوى الشيء الدعم والمقاومة التي تبعي هنا نقدر نشوفه أنه إحنا هنا تحت حافة الخط البني في الأسفل وهنا في هذا الارتفاع اللي حصل ما قدرنا أنه إحنا نكسر حافة الخط البني في الأعلى عند 24570 دولار فحصلنا على هبوط آخر كمان هنا والآن مش قادرين أنه إحنا نكسر حافة الخط البني هنا في الأسفل عند 24000 دولار فالبيتكوين يستمر هنا بالحركة الجانبية يستمر هنا بالتماسك بين هذول النطاقين وزي ما إنتوا عارفين هذا شيء مثالي جداً لبوطات التداول ولكن إذا عايز تعرف فين راح تكون حركة البيتكون القادمة طيب زي ما قلت يا جماعة كان في عندنا هذا النموذج هنا نموذج المثلث هذا شيء تكلمت عنه إنه كنا نشكل هذا المثلث وهبطنا إلى الهدف من هذا النموذج هنا بشكل مثالي ولكن الآن في الواقع نشوف آخر يتشكل أول شيء يعني مثلاً هنا إذا طولنا أو مددنا هذه الخطوط هنا وهذا طبعاً هنا تكلمنا عنه في السابق إنه ممكن هذا يتحول إلى نموذج أكبر نتماسك فيه هنا في البيتكون وهذا هنا ممكن ياخذ عدة أيام وتقريباً ممكن عدة أسابيع كمان فهذا شيء كمان لازم نحط عندنا عليه ولكن في شيء آخر إذا شلنا هذه الخطوط تقدر تخلي هذا الخط هنا خلوني أطول هذا الخط هنا بهذا الشكل وبعد كذا في عندنا هذا الخط هنا كمان في هذا الشكل في الأعلى فتقدروا تشوف هنا يا جماعة إنه في أعلى المنطقة هذه هنا من عند الشمعة أو دل الشمعة هنا في الأعلى وطول هذا الخط حالياً نتماسك داخل هذا النموذج طبعاً هذا أكيد نموذج أصغر بكثير ولكن بغض النظر هذا الشيء لازم نكون منتمهن له لأنه راح ينكسر في خلال الساعات القادمة يعني راح يكسر اليوم وهذا في الواقع شيء مثير لأنه في عندنا كمان أشياء أخرى مهمة تحصل اليوم طيب خلونا أدخل في هذه الأشياء أول شيء إنه في عندنا هنا صفقات options بقيمة 2 مليار دولار راح تنتهي اليوم تقدروا تشوفوا هنا إنه فيه كولز بقيمة 47 ألف بيتكوين وبوتز بقيمة 30 ألف بيتكوين فنعم الناس راح يحاولوا إنهم يأثروا على السوق ومتى راح تنتهي هذه الأوبشنز راح تنتهي في الساعة الرابعة UTC يعني فقط في خلال ساعتين من وقت تسجيل هذا الفيديو راح نحصل على هذه الحركة طبعاً ما نعرف مقدار قوة هذه الحركة ولكن اللي نعرفه إنه الناس يراهنوا بأموال هائلة جداً بأنه السعر راح يتجه في إحدى هذه الاتجاهات فلازم نكون مجهزين لهذا الشيء جماعة كمان بجانب هذا المثلث هنا أو هذا النموذج لأنه شيء لازم الواحد يكون متابع عليه طيب شيء آخر كمان يأثر على السوق حالياً هو أكيد الحيتان وتقدروا تشوفوا إنه حالياً الحيتان بعد إنه ما كان عندهم نشاطات كثيرة في شهر فبراير وشهر يناير كانوا هنا مختفيين لفترة ولكن تقدروا تشوفوا هنا يا جماعة إنه في الوقت اللي تبدأ فيه الحيتان بالحصول على زخم تقدروا تشوفوا بعدها تقلبات تحصل هنا في البيتكوين وبالمناسبة اللي تشوفوا هنا في الأسفل هذا هنا تحركات أو نشاطات الحيتان بنقل البيتكوين إلى منصات التداول فيعني كم هي نسبة البيتكوين اللي يتحول وينتقل إلى منصات التداول كم هي نسبة الحيتان من هذا البيتكوين وأكيد إذا الحيتان يعني ينقلوا كميات كبيرة من البيتكوين إلى منصات التداول معلاته إنهما قاعدين يخططوا لشيء ورح يأثروا على السوق بطريقة ما طيب نقدر نشوف هنا جماعة أنه كان في نشاط كبير هنا للحيتان في هذه المنطقة ونشوف البيتكوين كان متقلب بشكل كبير وهنا كمان حصلنا على نشاطات كبيرة من الحيتان وكمان البيتكوين متقلب هنا ونقدر هنا كمان نشوف أنه في هذه المنطقة أول ما بدأ الحيتان بإرسال أو نقل كميات كبيرة من البيتكوين نقدر نشوف أنه السعر هنا بدأ بالهبوط بشكل كبير طبعا هذا هنا مش شيء أكيد 100% وهذا أكيد يعني مش بالضرورة أنه معناته أنه البيتكوين راح يهبط للأسفل ولكن في الوقت اللي تبدأ فيه الحيتان هنا بالنشاط ونقل كميات كبيرة من البيتكوين إلى منصات التداول لازم أن نكون حذرين فراح أعطيكم يا جماعة تحديثات هنا دائما على هذا الشيء كالعادة ولكن نعم بالفعل هذا الشيء الآن هنا يحصل للبيتكوين والحيتان تبدو الآن نشطة أكثر من السابق طيب بالنسبة للأسواق التقليدية نقدر نشوف هنا أنه حصلنا على هذا الهبوط المحترم والآن نشوف أنه إحنا على وشك الوصول أو نتجه بنحو هذا الخط هنا خط الدعم عند 3951 دولار فيعني يتوقعوا أن هذا المستوى هنا راح يكون مستوى دعم للأسواق التقليدية في حال هبطنا إلى هذا المستوى ما أعتقد أنه راح يتم كسر هذا المستوى للأسفل وكأنه ولا شيء فنعم خليكم انتبهين على هذا الخط هنا خط الدعم ممكن أنه نحصل على شوية ارتداد ولو حتى على المدى القصير من عند هذا الخط هنا في الأسواق التقليدية طيب وإيش بالنسبة لي أنا شخصيا إيش اللي أعمله الاستراتيجية يا جماعة لسه زي ما هي لسه في عندنا هذه المستوى هنا عندنا هذا المستوى هنا في الأعلى عند 24800 دولار وعندنا هنا الخط البني في الأسفل عند 22200 دولار هذه هي الخطوط أو المستويات اللي أعتقد أنه البيتكوين راح يضل في حركة جانبية أو في تماسك فيها طبعا أنا أقول هذا الشيء من تقريبا عدة أسابيع ولسه أعتقد أنه هذا راح يكون هو الوضع ولسه خططي أني أحصل على أرباح من هذا الشيء هنا وفي الواقع البوتات اللي تتداول في هذا النطاق تقدر تشوفه هنا 22200 دولار و24800 دولار هذا البوت هنا على وشك الوصول إلى مستوى 20% أرباح قريبا فمع التقلبات اللي يمكن تحصل أتوقع أنه هذا البوت راح يوصل إلى 20% أرباح فكل شيء جيد وكل شيء ماشي على حسب الخطة وإذا هبطنا هنا إلى هذا الخط البوني في الأسفل لعند 22500 دولار فرح أدخل بشكل كبير هنا في البيتكوين ورح أدخل بصفقة منفصلة زي ما أنتم عارفين ورح أكيد كالعادة أخليكم على الإطلاع وإذا عايزين تبدأوا تداول على منصة الأوكي إكس وتستخدموا نفس البوت اللي أستخدم أنا فتقدروا تحصلوا على ما يصل إلى 50 ألف دولار بونص الإيداع وإذا عايزين تعرفوا كيف تستخدموا البوتس أو تعدوها فيوجد فيديو توضيحي عملته في أعلى صندوق الوصف وكمان على البيتكويت بونص ما يصل إلى 8400 دولار إذا عايز تحصل على هذه البونصات طيب في الأخير عايزين أتكلم هنا عن الكون بيس كنا نتوقع الكون بيس بأنه راح يطلقوا سلسلة خاصة فيهم حاليا الكون بيس راح يطلقوا اللير 2 تبعهم على الإيثيريوم فهذه هنا احتمالية شيء ضخم ولكن هذا هنا راح ياخذ وقت ولكن حاليا تم الإعلان عن هذا الشيء رسميا وراح يطلقوا المين نيت الشبكة الرئيسية قريبا جماعة هذا كل شيء عند اليوم بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم